دشنت مؤخرا شركة هولندية محركة البحث الجديد أنا حلال أو أم هلال والذي يوصف بأنه أول محرك بحث على الطريقة الإسلامية أنا حلال أم هلال أي إن كان اسم هذا المشروع فهو يكتسب شهرته من الصبغة الإسلامية التي أرادها له البعض أن يتحلى بها خصوصا لأن هذا المشروع سيطلق في شهر رمضان مؤسس الشركة المسؤولة عن المشروع يقول أن فكرة هذا المحرك ضرأت في دهنه بعد أن تذمر بعض زملائه من نتائج مواقع البحث الموجودة موقع البحث الجديد أم هلال يصادق على محتويات المواد الإباحية في الموقع ويحجبها عن العرض على المستخدم طريقة عمل هذا النظام بعملية المسح الثنائي للمحتوى المعروض على الإنترنت ففي المرة الأولى يستخرج المواقع المختصة بالموضوع بعد ذلك يقوم بتصفيتها وعمل فلترة على محتوى هذه المواقع ويستبعد كل ما يخالف الشروط وربما لأننا في مرحلة البداية فإن درجة النتائج عند البحث تتفاوت بين الحلال والمشكوك فيه والحرام طبعا بحسب الشروط المذكورة في الموقع وطريقة عرضه ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذا الموقع ما زال في مرحلته الأولية وسبب إطلاقه للعلن هو الاستفادة من آراء الناس ومخترحاتهم لتحسين الجودة في هذا الموقع من العربية سلطان بتاوي ترجمة نانسي قنقر